السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع درسنا لليوم بعنوان اسم التفضيل سوف نتعرف معا ما الذي يقصد باسم التفضيل وما هو وزن اسم التفضيل اسم التفضيل أعزائي الطلاب هو اسم يدل على أن شيئين اشتركا في صفة ما ولكن زاد أحدهما على الآخر فيها اسم التفضيل أعزائي الطلاب هو وصف هذا الوصف يأتي دائما على وزن أفعل يأتي دائما على وزن أفعل من الأمثلة على أسماء التفضيل أغلى أقل أكثر وأجمل إذن اسم التفضيل هو وصف يأتي دائما على وزن أفعل الأمثلة الآتية جميعها تحتوي على اسم التفضيل أولا الجملة الأولى العلم أنفع من المال كما تلاحظون اسم التفضيل هنا أنفع وقد جاء على وزن أفعل تلاحظون معي أن هناك شيئين اشتركا معا في الصفة واحدة العلم والمال الصفة المشتركة بينهما النفع ولكن العلم زاد في النفع أكثر من المال إذن أنفع هنا اسم التفضيل الجملة الثانية الحرير أغلى من القطن أغلى هو اسم التفضيل ثالثا الجبال أعلى من التلال أعلى اسم التفضيل الشاب أطول من الفتى أطول اسم التفضيل والنصر أطول عمر من العصفور أطول هنا اسم تفضيل إذن أعرض اسم التفضيل هو وصف يأتي دائما على وزن أفعال وهو اسم يدل على أن شيئين اشتركا معا في صفة واحدة مثلا الحرير والقطن هما شيئان اشتركا في غلو الأسعار بأن أسعارهما غالية ولكن الحرير هو أغلى من القطن يعني زاد أحدهما على الآخر مثال آخر محمد أطول من سعد أركان التفضيل أعزائي الطلاب محمد يسمى بالمفضل أطول هو اسم التفضيل وسعيد يسمى بالمفضل عليه أعيد محمد هو المفضل أطول هو اسم التفضيل وسعيد المفضل عليه أعزائي الطلاب قد يصاغ اسم التفضيل أحيانا من بعض الصفات بطريقة غير مباشرة مثلا هنا المحيطات أكبر حجما من البحار الأباء أكبر سنا من الأبناء سوف أوضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية إذن أعزائي الطلاب يصاغ اسم التفضيل من بعض الصفات بطريقة غير مباشرة كيف؟ أولا نكتب اسم التفضيل زائد اسم منصوب هنا في المثال الأول بيت وجدي أكبر حجما من بيت سنا أكبر هو اسم التفضيل والاسم المنصوب هنا حجما فهنا يصاغ اسم التفضيل من بعض الصفات ولكن بطريقة غير مباشرة نكتب أولا اسم التفضيل زائد الاسم المنصوب المؤمن أكثر إنسانية من الآخرين أكثر اسم التفضيل والاسم المنصوب الإنسانية دحرجة الكرة أكثر دحرجة من الحجر أكثر اسم التفضيل ودحرجة هو الاسم المنصوب سوف أنتقل الآن إلى حل التدريبات الموجودة في الكتاب صفحة 90 التدريب الأول أعزائي الطلاب عين اسم التفضيل في كل مما يأتي التدريب الأول أعزائي الطلاب الموجود صفحة 90 المطلوب منا تعيين اسم التفضيل في كل مما يأتي أولا ما أضيف شيء إلى شيء أحسن أحسن هنا اسم التفضيل با نهر والنيلي أطول من نهري الفورات أطول هنا اسم التفضيل جيم مكة والمدينة أشرف المدن أشرف اسم التفضيل الصدق أجدى من الكذب أجدى هنا اسم التفضيل سوف أنتقل الآن إلى التدريب الثاني استخدم كل مما يأتي في جمل مفيدة بحيث تكون اسم تفضيل أكبر أجمل أقوى وأبقى الكلمة الأولى أكبر الشمس أكبر من الأرض أجمل بيتي أجمل البيوت أقوى أبي أقوى الرجال أبقى الآخرة وأبقى من الحياة الدنيا سوف أنتقل الآن إلى التدريب الثالث التدريب الثالث أعزائي الطلاب صغ من كل فاعل فيما يأتي اسم التفضيل ثم ضحه في جملة مفيدة كرومة اسم التفضيل أكرم علم أعلم لطفة ألطف وطابة أطيب وعذب أعذب الجملة المفيدة المؤمن أكرم من الكافر الأم أعلم من ابنتها في شون المنزل البنات ألطف من الأولاد طعام أمي أطيب الطعام ماء الينابي أعذب من ماء البحر الرابع أعزائي الطلاب ميز اسم التفضيل من غيره فيما يأتي الظالم أكثر الناس ظلما لنفسه أكثر هنا اسم التفضيل أعلى البناء سورة الحديقة أعلى هنا فعل ماضي الحق أرفع مكانة في قلب صاحبه أرفع اسم التفضيل التدريب الخامس أكمل الفراغ باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين أشد أقل أقوى مياه البحر الميت أشد ملوحة من مياه البحر الأحمر الأسد أقوى من الذئب أيام شهر شباط أقل عددا من أيام بقية الشهور عزاء الطلاب هكذا أكون قد انتهيت من شرح اسم التفضيل والتدريبات المتعلقة به الموجودة في الكتاب صفحة تسعون المطلوب منكم القيام بحل هذه التدريبات ألقاكم بعون الله والتعالى الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته